اشتركوا في القناة في هذا الصدد قال رئيس المركز الاطلاسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الامنية الدكتور منار السليمي أقول حول أحداث العنف التي تعرض لها المنتخب المغربي بالجزائر أن النظام العسكري وصل درجة متقدمة من اليأس قبل أن يضيف أستاذ الدراسات السياسية والدولية بجامعة محمد الخمس علينا الاستعداد للحرب بعد القمة العربية فكل المؤشرات تدل على أن النظام العسكري الجزائري وصل درجة متقدمة من الإفلاسة وفقد كل الأوراق أنه يذهب بالمنطقة نحو الحرب فيما طالب محمد وموسي الإعلامية المغربية بتلفزيون دبي بضرورة حماية الوفدة المغربية في حال قرر المغرب المشاركة في القمة العربية نتمنى أن لا يتعرض وفده في قمة لما الشمل في الجزائر لنفس الاحتذاءات التي تعرض لها المنتخب المغربية للنشئين في ملعب وهران في ظل حملة التجييش الإعلامية والسياسية التي أطلقها جنرالات الجزائر من عام ضد كل ما هو مغربية كل شيء ممكن يكتب وموسيقى نشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء